كيف يمكننا التمييز بين تأثير السحر والحسد على حياتنا اليومية ومعرفة ما إذا كنا نعاني من أحدهما؟ أولاً من الجانب العاطفي المسحور يميل غالباً إلى تقلبات مزاجية حادة مما يجعله سهل الاستثارة والغضب بسبب تأثيرات السحر على استقراره العاطفي المحسود قد يعاني من مشاعر الحزن والضيق بشكل غير مبرر حيث أن العين الحاسدة تؤثر سلباً على طاقته ومزاجه مما يجعله دائماً متأثراً بالحزن ثانياً من الجانب الروحي المسحور غالباً ما يعاني من صعوبة في ممارسة الشعائر الدينية أو يرفضها تماماً إذ يمكن أن يكون للسحر تأثير يضعف ارتباطه الروحي والمحسود يجد صعوبة في ممارسة العبادة بسبب ثقلها عليه حيث يؤثر الحسد على نشاطه الروحي لكن ليس بالضرورة أن يرفضها بالكامل مثل المسحور ثالثاً الجانب الاجتماعي المسحور يشعر بالراحة خارج المنزل مما يجعله يكره التواجد فيه أو العودة إليه والمحسود يميل إلى البقاء في المنزل ويشعر بالراحة فيه لكنه قد يفضل العزلة وعدم الخروج بسبب طاقة الحسد التي تحيط به رابعاً من الجانب الجسدي المسحور يعاني من الأرق والإرهاق المزمن ويجد صعوبة في النوم بشكل طبيعي حيث يعاني من طاقة سلبية تعيق راحته الجسدية المحسود عادة يعاني من خمول في النوم إذ قد يشعر بالنعاس الدائم بسبب تأثير الحسد الذي يجعله يفتقر للنشاط